إختيارك أنت أنت رحين في جبهة الحشد وصوب الحشد وجماهير الحشد أكون أكثر مصداقية صدقني مكان عندي هم وغير هذا و أنت مو بس هذا النشيطة يعني أنت مواقفش وتعلنين يعني مو مخفية أعلن مواقف أعلن لا لا لأنه هذا يعني أنا مثل ما قلنا وحتينا تحدثنا هواية قلنا إحنا جدي فترة علينا كنا مجبرين ولكن الآن لآن ماكو أجبار الآن ماكو أجبار الآن أنت تختار بمحظ إرادتك فأني اختاريت هذا الطريق أنا حشداوية قلبا وقالبا مع الحشد اللي حفظ كرامة العراق و خلى عبايتنا و شيلتنا على راسنا و سترنا ببيوتنا أنا معهم مع شهدائهم مع جرحاهم مع أيتامهم مع كل وقفة أكون ممنونة إذا أقف إياهم التقيت بالشهيد أبو مهدي المهندس؟ التقيت بي كان هناك مشروع كبير ولكن سبقني الموت نعم شنو اللي كان المشروع؟ كان المشروع قناة قناة؟ كان قناة وكان قناة شاملة لكل عطاءات العراقيين قناة تلفزيونية و إذاعة و مسرح و صحافة كان مشروع كامل كبير متكامل كان عنده رؤية لهذا الموضوع؟ هذا الرجل يعني سبحان الله سبحان الله يعني يهب ما يشاء من الأشياء لمن يشاء يعني كان عنده رؤية متكاملة يعني أنا ظليت يعني ما أعرف يعني لأنه تحدث عن السينما بشكل تحدث عن المسرح بشكل تحدث عن الإذاعة عن التلفزيون عن الندوات عن الأطفال عن النساء عن عن هواية أشياء اهي اشتركوا في القناة